السلام عليكم مرحبا بكم في القناة شهوة الحجرة شيدا اليوم سوف نشارك معكم احد العاصر او مشروب دي الماضي الحمض بكمية كثيرة يعني 14 ليطر عندنا واحد المقادر اللي هو مبساط والطريقة دياله وخوصا البنات اللي تي بردرتي واللي عدنا مونعيش كيف تشوفوا 14 ليطروا تتشربوا توم وتشربوا معاكم تجيران بالوصفة اللي تي هي سهلة مهم غا نحتاج ليطر دي الماء تنبدو نعبرو بها غا يعطينا 14 قرعا من الروبيني هنا عندي جوش كيلو تاع السانيدة يعني باكية جوش كيلو اللي غنحتاجو وعدي نص سليطر ديال الحالي بهذا النوع من ديروش العادي هذا اللي تيكون في لادة طويلة يعني جودة او حاليب اللي تتستعملوا بنهم هاد النوع نصليطر وعندي معلقة عامرة كبيرة ديال السانيدة الحامضة يعني رمعروفة عند مولي اللي تبعو دكش ديال الحلوة معروف ش اسمية الأصلية شي قولوا لها ونملون غدائي شوية أصفر عندي هنا نكهة ديال الحامض هنا اخديتها ديال الحوكة خمسة دراهم وغندير معلقة صغيرة ديال النكهة الحامض هاد النوع ديال القرعا غنزيد معلقة صغيرة هادو من المكونات اللي عدنا البنات ولكن طريقة ساهلة بسيطة ولكن راتي اعتنو حد كمية كثيرة فالناس العشاق الحامض اللي تيشريو جاهز راهو هذا الحامض اللي تناخدوه من المحلة التجارية او المحلة بعث او البلاس اللي تبعو الحلوة تكون تناخدوه تكون عجبنا راهو هذا يعني قلت نشاركو معاكم تخرج كمية كثيرة فرقت في البانيو جوش كيلو تحسيني ذا زيت تعليم القرعا اللي والتانية وانا تنحرك وتنذير في الإضافات وانا تنزيد في الماء يعني تتنكمل 14 ليطر درس هذه المعلقة تحسيني ذا الحامضة ضروري هالبنات هاد المعلقة اللي تديروها راه بش تتقدلكم طعم ديال هاد النوع ديال العاصير درت واحدة قريصة ديال ملوين غدائي ما تيجيش بين لانا يلا تيجينا اللون تيجينا فاتح تنزيد في الماء وانا تنحرك اضافات الخرين ديال العاصر ديال الحامضة اللي بقي لنا نفرغهم بالنسبة لها درس الروح ديال الحامضة تكون تقيلة كيف شتهوها تنهبطها كاملة وتنزيد معلقة صغيرة من الروح ديال الحامض اللي ستكون في القرع ديال الزجاج بالنسبة للناس اللي ما عندهم شو بغي يشرو اين وواحد يقدروا يشروا هاد يشرو منها عشد درهم او يديروها كاملة يعني انا درت هاد هي 5 درهم موزت من هاد الروح ديال الحامضة معلقة صغيرة كيف تتشوفوه باش تنزيد نعزز اللون او الماضاق ديالنا باش يجي كثير صافي وانا تنزيد في الماء وتنخلط يعني معاكم وتنهضر في نسوقت هنا فاضلا حضرت غياتي يدوب لنا السانيدة ما تنجو نكملوا الكبان ديال الماء تنزيد الدوب لنا تنزيد الدوب لنا هذيك جوش كيلو ديال السانيدة بالنسبة لجي هاد العاصر يعني رائع رائع تنزيد الحليب وتنخلط يعني تنزيد في الحليب وتنخلط ودروري البنات تدروا الحليب لان هاد النوع تكون فيه تاريخ طويل ما تدروا شدك العادي لانا تي تقطع لنا ويخسر لنا العاصر نعمرنا ما نشربه 14 ايطر يعني ديال العاصر في واحد يومين او ثلاثيام يعني انا تنخلي طرب عيام خمس ايام ما تيخسرش يعني تنشربوه مع انا ولادي يعني تيدي مدة طويلة تال خمس ايام ما تخافوش منه البنات علشان ناخدو هاد النوع ديال هاد الكارتونة ديال العاصر صار حرارة يعني الناس العشاق العاصر جربوه وكما انا تنحرك انا تنزيد مازال البنات ما تقبش في كارتونة مزيان عاودت قبطعتها عادي بش كبيت اللي بقى في الحليب مهم نص ليطر ديال الحالي صارت انفرغها ههنا را ما قدنيش البانيو غننفرغوه فبانيو واخر باش نكمل باش نسحبو غايزلية الكمية السع مهشلية البانيو صغير غتستعنو ضروري بالبانيو او بسطل يعني باش تخلطوه كيف تتشوفو انا تنحرك بالطراب طراب باش نديرو باش يسهل علينا الساندة ضغية الدوب يعني لاش نخلطو وباش تهدك الساندة الحامضة الدوب لينا ومنطبع الحال دك المولوي الغذائي اخد البلاستو اه نكهة الحامضة هي تطرب لينا وانا تنخلط كيف تتشوفو انا ايا قلبت فبانيو اكبر باش نلقى راحتي فتحرك صافي هدا هو الطريقة ديالو غنديرو واحد الغراف او شي حاجه كبير باش يتهزلينا كيف تتشوفو قراءة ديالو الزاج او شي اقراعي اللي تتبغي وانا درس عر هاد القراعي ديال البلاستيك ديال الماء يعني مع كمية كثيرة باش تجينتها في تلاجة صافي تستفتم في تلاجة عرل تحت ما تديرو ملف المجميد لوالو صافي ولكنتو مزروبين باش نشربو ضغياء باش ضغياء يبرد لكم تديرو شي وحده وحده وليجوش في المجميد باش ضغياء يوجدو لكم من طابق الحل القراءة اللاجة اللي كانت عندكم تتبرد انها تنديرو معير لتحت ما تنجمد هم ويالو عر تندير شوحده تبرد لك انت مزروبه تنعود لاظراء ونعود لاظراء مهمة دوا الشكل داك بقى نزيد في الماء مهمة 14 ليتر ديال الماء يعني تيجي العاصر حلو بزيف وتيجي منكه بمادق الحامض وتيجي منعيش الناس اللي تيبغوا الفضل فصلة ديال الحرارة الصهد بزيف تيبغوا شي حاجة لتحيد ليم العطش يعني وتيعجبهم الماء دق ديال الحامض الصراحة تنشارك معكم هذا العاصر اللي هو رائع صراحة سوف يتنعود ندير الطريقة لباش نخلط تنديرو حد دواز وتنبدا نخلط يعني بحل بكاية باش يهبط لنا مقادم سوف يتنعمر كل شي القراعي اللي عدنا ونتمنى يعجبكم البنات وتبرتاجوا مع الازيقة ديالكم وما تبخلوش البنات اللي شافت القناة ديالي أول مرة متبخلش بلايك تنشكر جاى الناس اللي تنضموا القناة ديالي اللي تيشوفوها متبخلوش بقابوني اللي اعجبكم محتوى ديال الفيديوهات اللي تنحط ليكم والوصفات اللي تنحط ليكم واي وصفات تنحطها ليكم إلا تناكلها أنا ولداتي أو للأسرة ديالي وكلهم تتعجبهم يعني مشي تنوض نحط لكم شي حاجة لمكانش محتوى دياله زوين يجب أن تكون ناجحة مئة فيها مئة سواء في الطبخ أو في الكيك أو في العواصر يعني في الماضاق مضمونة مئة في المئة وما تخافوش منها وخد جربوه من الأول مرة والناس اللي تعجبوهم العاصر جربوه هذا رمحة اللي تتشريو في الزنقة نفسه نفس الماضاق مفيش مواد حافظة يعني بتتصيبوه في الدار وبكمية كثيرة تي خليكم تستهلكوا العاصر أو وليداتكم تستهلكوا العاصر الناس اللي تعجبوهم الحامض وما تيشبعوش من نفسه وخلصا تكون التامان دياله مرتافع وخلصا لك العدد ديال الأشخاص بزاف يعني نتمنى يعجبكم هاد الفيديو تكونوا تستفدتا هو منه وغن عمر القراعي كيف شتو وغنقى نكمل فيهم وغنقيتو في الكيسان كيف تتشوفوا اللون دياله تيجي رائع وتيجي شهي والماضاق دياله رائع أنا كملت القراعي ديالي عمرتم كاملي وتنشكر قعد الناس اللي تنضموا القناة ديالي ومتبخلوش البنات تنشكركم اللي شايفت القناة ديالي ودرت لي أعبوني وتنشكر قعد الناس اللي تدلي يا لايك وبرتاجوا الفيديو مع أصدقاء ديالكم ونشتوا الفيديو وكملو تلأخير بشجعونا وتنشكر قعد الناس اللي تعجبوا محتوى هاد القناة وبسلام عليكم بسلامني